مسألة خير والسعادة على حضراتكم أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج التاسع الحقيقة أنه المؤسسات الدولية كلها بتحضر من مسألة الاجتياح البري لرفح ويعني شايفين إصرار من جانب ناتنياهو على هذا الاجتياح ورغم الحديث عن الكارثة الإنسانية اللي ممكن تحصل بعد هذا الاجتياح والحقيقة مش بس في رفح للمنطقة كلها في إصرار وتعنط إسرائيلي على هذا الاجتياح على الجانب الآخر تقف القاهرة دائما وتكون صوت العقل تقود المفاوضات ما بين الجانبين والحقيقة ده مش من بس يعني بداية هذه الحرب على غزة اللي دخلت يومها المتين وعشرة لأن دايما مصر بتحاول أنها تتوصل لتهديئة دايما مصر كانت هي اللي قائمة على الإعمار في غزة وده الحقيقة يمكن بيقول لنا دايما أنه بلدنا كانت على صواب من البداية عارفة كويس أو خطورة التصعيد اللي يعني حيكون كورثة لا يعني تعد ولا تحصى أساساً هذه المنطقة اللي هي رفح ما تشلش 20000 واحد هي دلوقتي فيها يعدي المليون ونص كل الإغاثات والمساعدات الإنسانية بتدخلهم من خلال معبر رفح لو كل ده حصل النسدي هيحصل فيها إيه؟ وده يمكن لكل المستويات الدولية النهاردة وكل المصارات الدبلوماسية بتتحدث عنه إنه ده المصاري الإغاثي الوحيد للناس دي لعالم كله هنا أنظاره بتتجه للقاهرة اللي بتقود مرحلة متقدمة من المفاوضات للوصول للهدنة خلينا نروح مع حضرتكم لتصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة الشؤون الإنسانية اللي قال إنه التوغل الإسرائيلي في رفح ممكن أن يكون مسبحة وضربها إلى عملية الإغاثة في قطاع غزة بأكمله وقال كمان المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في مدينة جينيف النهاردة الجمعة إنه الاعتداء الإسرائيلي حيشكل ضربة قوية لجهود المساعدات الإنسانية بأكملها اللي تضار في المقام الأول من قطاع غزة وده اللي كنت رسا بقول لحضراتكم عليه من شوي وضح كمان إنه العمليات هناك بتشمل الأعمليات الإغاثية تشمل وجود عيادات طبية نقاط توزيع للمواد الغزائية كل ما هو فيه شكل إنساني ومراكز رعاية للأطفال اللي موجودين وبالفعل أصلا بيعانوا من سوق التغذية هم والكبار اللي موجودين الوضع أصلا مأسوي للناس هناك لا يحتمل أي عمليات اكتياح بري تتحدث عنها إسرائيل ترجمة نانسي قنقر